من اليوم حتى حد معاش نجم يقول اني ضعيف في المال شنشوفوا مبعضنا اليوم العمليات على الاعداد الصحيحة الطبيعية شمعنها اول حاجة الاعداد الصحيحة الطبيعية من اصله هي الاعداد اللي ما فيهاش فاصل وما فيهاش كسر يعني ميش عدد عشرية وما هيش عدد كسرية وتكون زادة موجبة كيما سفر واحني 345 سباح حتى اكشي الاخر عدد موجود في الكون نرمزولها بالحرف ان المجموعة ان العداد هذه نقوموا عليها بعدة عمليات كيما عمليات الجمع عمليات الضرر بعمليات الطرح باش نشوفوا مع بعضنا اليوم خصائص هذه العمليات على هذه الاعداد نبدو بخصائص عمليات الجمع عمليات الجمع على الاعداد الصحيحة الطبيعية هي تبديلية شنو معناه؟ معناها عند تغيير اماكن الاعداد لا تتغير النتيجة كي نعمل 5 مع 7 نلقها 12 وزادة كي نعمل 7 مع 5 نلقها 12 حاج موسى موسى الحاج نفس الشيء زادة تكون خاصية ثانية تجميعية ما معناه؟ نجينا هنا كي نعمل 5 مع 7 مع 3 تكون 15 نجينا نجمع 5 مع 7 و بعد نزيدهم 3 تطلع 15 وكي نحط الخمسة و بعد نزيدها 7 مع 3 نجمعهم بعض 3 تطلع زاد 15 لنبش نعطيكم مثال علي تبديلية وتجميعية فرد بوقت 5 مع 7 مع 8 مع 6 يسوي 26 هاوش نعمل تبديل كي نعمل 8 كانت بعد السبعة وش نحطها بحث الخمسة خمسة مع 8 بدلت بلست الثمانية و جمعتها مع الخمسة هاوك بين قوسين معا شنبدل بلست الثمانية شنحطها لنبشة السبعة معا 7 معا 6 لا يزي بدلت لها بلستها ولا يزي جمعتها مع السبعة كنجمعه ذو مزوز مع بعضهم نجمعهم يعطوني 13 وهذا ما زوز مع بعضهم يعطوني 13 نتيجة تكون 26 كيف هذي هذي قاعدة لا يتغير مجموع عددين إذا أضفنا إلى حد منهما عددا وطرحنا نفس العدد من الحد الثاني شمعناها؟ معناها عندي زوز عدد جمعتهم مع بعضهم هذا العدد الأول و هذا العدد الثاني 15 مع 25 تساوي 20 نجي للحد اللول العدد اللول نزيده عدد أي عدد يعني لنا زيته سبعة 15 معا 7 معا نجي للعدد الثاني نطرح منه نفس العدد اللي زيته خمسة إلا سبعة معناها لنا ما عملنا حد شيء العدد اللي زيته نحيته تساوي 20 معناها عبارة أنت عندك 15,000 و 5000 عندك 20,000 جاكبوك زادك 7,000 وبعد فكهالك تقد عندك 20,000 ترجمة نانسي قنقر